شاء الخير وحالة رديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم النهار ده بس بنقول النهار ده لأخوتنا وولدنا وأهلينا كلهم عائلات زباط ورنود وصف الشرطة المطرية كل سنة وانت طيبين بنقول لكل شهيد قدمته الشرطة نحتسب عند الله شهيدا وبنقول لمصابيهم ربنا يا رب يشفيهم ويعفو عنهم ويردعهم لنا بالسلامة تاني وبس في اختصار الشرطة الحقيقة يعني النهار مبارح كان احتفال واحتفال مهم ومميز كان مبارح والحقيقة الرئيس السيسي في حضوره وفي أكتر من موقف لي يعني بيبين في الأول وفي الأخر هذه الشخصية المطرية والردع التاني الردع التاني نشوف الشموخ ونشوف العراقة بتاعت المصريين والشموخ المصريين والعدعانة المصريين وشهامة المصريين بنشوفها دي كلها لما بيكون في شخص رئيس النهاردة هو في الأول زي ما بياخر بيقولهم هو تفتكون رئيسا واحد يعني واحد من الشعب ده وهو فعلا في كل تصرفاته انه كان بيقول ده شفنا مبارح احنا بشوفنا في الاحتفالية عايز بس اقول ان الشرطة المطرية خدمت من خمسة وعشرين يناير حتى اليوم سبعمية اتنين وتلاتين شهيد وطمانتاشر الف ومية تلاتة وخمسين مصاب في سنة الفين وخمستاشر الشرطة المصرية قدمت من واحد واحد الفين وخمستاشر لواحد تلاتين وتلاتين شهيد والفين تلاتة وخمسين مصاب في شهر يناير اللي احنا فيه ده يعني في السنة اللي دي ده اللي هي الفين وستاشر من واحد واحد لغاية اربعة وعشرين يناير لغاية النهاردة الشرطة مقدمة ستاشر شهيدا وخمسة وتسعين مصابا اللي بقول الارقام دي احنا شفنا مبارح زولات وابناء شو ده ويمكن الموقف اللي ابقى الرئيس مبارح اللي زولة رائد الشرطة اللي هو استشد ويعامل حتى ما شافش ابنه وما شافوش يعني وولدت بعد ما استشد بتلتشد يعني حالة زي كده يعني اللي انا عايز اقوله حد يعني لازم كلنا نحس ببعض ولازم نحط نفسنا في مواقف بعض علشان احنا دلو احنا حاسين احنا في الفترة اللي فات دي كل واحد حاطت نفسه بعيد عن التاني اوي مش قادر يحس بالاخر او بص الاخر زي ما دلوقتي الشغالة الخناقة شغالة وخمسة عشرين ولا تلاتين يعني زي ما يكون الشيطان بيلعب في دماغنا زي ما يكون الشيطان هو اللي بيزقنا وبيوزنا ومش قادر احنا فهم لما حدي يعني حتى انا بطلب من كل حدي السئل لما حدي يقوله 25 يناير في الاوقف يعني ما في الاولة ولا في الاخر احنا بندور على مصر دلوقتي 25 يناير حصلت حدث كبير بدا حصل وفات 30 يونو حدث كبير بدا حصل وفات المهم احنا فين دلوقتي هل احنا حنكمل المشوار اللي عملوا الحدثين دول ولا حنوقف نتخانق مين احسن ومين اتخن ومين اجمل ومين ازرف وقتين وحدة غريبة جدا وبعدين ايه اللي بيحصل ده في البرامج ده اللي في البرامج تلفزيونية ايه اللي بيحصل واي اللي بيحصل للناس لما حدي السئل السؤال ده 25 يناير و30 اي رقم في اي تاريخ المهم من احنا النهاردة بنبص النهاردة احنا فين النهاردة النهاردة 24 يناير 2016 احنا فين ورحينا على فين بنفكر في 25 يناير ازاي و 26 يناير ازاي ونوفمبر ازاي ودسمبر ازاي ونشوف البلد ازاي وبعدين ايه حكاية ان كل حد يتكلم حياة 25 يناير لم تحقق اهدافها هو احنا كنا نازلين معانا مثلا فلوس معانا ونازلين نشتري بضاعة البضاعة في السوق والفلوس في لدنا يعني وحد اثر فاخد فلوس صرفها في حالة تانية ما هو الاهداف ما احنا كلنا نفسينا ان يبقى عندنا الدخل يبقى المرتب عشر تلاف لينيم ونفسينا يبقى كل ده نفسي امنينا في ده بس عشان نتحقق ده كلنا لازم كلنا نتحط مع بعض نحط ايدينا على قديم بعض وكلنا ونشتغل بقى ونبطل اللي احنا فيه احنا عملين نقسم في بعض بنقسم المقسوم وبنجزق المجزق وعملين بنها من حالات غريبة جدا في بعض يعني انا انا مش مصدق ومش مصدق الناس اللي تتخيل ان كل مائلة 25 يناير تعمل صورة في مصر ايه صورة دي مثلا راحين عند مقلة لب بنجيب مثلا ربع كيلو حنقل نقاذ قسدب ونشرب حالة ساعة وخلص هي هي كده هو المفهوم كده ده بلد يعني انا مش متصور اللي بيحصل ده مش متصور ابدا فيه ناس عملت استوشهد جيشنا وشرطتنا عملين يقدموا كل يوم من ابناء مصر شهدة عشان البلد دي تعيش واحنا عملين نهزر وعملين نتخانق وعملين معرفش نعمل ايه ما اقول الكلام ده ما اقول الكلام ده وبعدين ايه حكاية مصممين ان يبقى فيه 25 وانا انا معا حرام 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 اللي بيحصل ده حرام بلد حرام علينا وكل ما حد يتكلم اصلا اهداف اهداف ايه اهداف ايه ابو اهدافي اللي بتتكلم عليها ما تيريش شوف وضع البلد لحنا عشان خاطر يتعمل علشان خاطر اللي بنحلم بيه ان يتعمل مثلا لما تيري انتخابات بنحلم ان الناس انتخب الاكفة والاربع دورات يعني بنتكلم في 20 سنة اربع مدالس نيابية دي على ما يتغير فكر 70-80 سنة فاتت على ما الناس تيعرف في اهلنا اللي هنا وهناك يقولك المال السياسي دفع مواطنين الحكومة مالها ومال الكلام ده على ما حيتغير والمال السياسي اللي عملوا واحد من الناس اللي عورت نص مصر في اياء من الفترة من 25 يناير لغاية دلوقتي بيتفعلوا مظاهرات ويتفعلوا كذا وكذا هم اللي دفعوا ده كان بدفع 3 مليون دوني في الصوت عشان يتخذ الحزب بتاعه او الحزب اللي عمله او كلم ده كل بانك تتكلموا في ايه مثلا عن الانتخابات لانك ما حدا تغيره طبو انت عايزة هو سويتش هو رومود كنترول بتغير بيه قناة هو كده ده حكاية طويلة تراز طويل بيدا في انتخابات يقولك لما في المصالح والحجاقة طبو هلا حدا حنقعد كده الموظفين اللي واخدين على هذا الاداء الحكومي اللي موجودين في ده انا طول عمري باتكلم بقول احنا عندنا 8 مليون او 7 مليون او اكتر او اقل في الدهاز الحكومي اقسم بالله العظيم 700 الف 800 الف مليون بالكتير والبقاء ده كله زيادة كالتعينات كلها ارضاء على متير انتخابات وفكرة النظام في السنين طويلة الفاتح عشان تيري انتخابات بتراد الناس تعاين 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 لغات متيري مبنى زي التلفزيون ماسبيرو مثلا واللي في ماسبيرو هو اللي بقى اللي في المصانع القطاع العام وهو اللي في الشركات وهو اللي في الكهرباء وهو اللي في اي حاجة 47 الف ماسبيرو وفقا لمادي باي حد فنيين الشاشات بتاع ماسبيرو دي كلها محتاجة فنيين قد ايه من اول المزيع اللي بيقدم لغاية اي فريق العمل تصوير واضاءة وكل الحوادثة كلها كل تلفزيون مصر بكل قنوات وكل بكل كلام ده كله خمس سلاف واحد والسبعة عندك ثلاثة واربائية يعني حوالي اتنين واربعين الف اولى اربعين الف واحد زيادة واللي قاعدة ما بمشحنا بيعمل مشاكل وهو بقى لزنبه ولا زنبنا انما زنب الفوضى اللي حصلت طب عشان تصلح عشان كده لازم ماسبيرو يخسر وعشان كده لازم المنتج بتاعه يبقى وحش رغم ان كل اللي في القنوات الفضائية هما ولاد ماسبير في تصوير واخران هما كلهم المدرسة الكبيرة العريقة تلفزيون المصري اول تلفزيون في المنطقة حاجة حاجة يعني حاجة هائلة جدا بوزنب ايه بالعدد الكبير تفتكر بين يوم وليه لحنحل المشكلة دي نفس الحكاية في مدينة الانتار لما تشوف مدينة الانتار اللي هي المفترض المدينة دي كان مفيش اي عمل فني في المنطقة دي كلها يتم او حتى لو عايزين نعمله يعني كانت السينما الامريكية وبتعمل افلام عن العراق بقى لا 7-8 سنين او 3-4 سنين شغالة وحتقعد لسه 4-5 سنين تعمل افلام عن العراق والحدد دي كلها ما انا كنت عملت هنا قريتين 3 عراقيين انا اللي عم نكون نعمل ده دي كوراة وانا مش حب انا عندي اقدر اجيب الشعب اللي بيكلم عراقي مهم عندي في 6 اكتوبر هو تلقي ايه لقدي كده محدش بيفكر وبعدين المدينة تشوف العدد هل هو العدد ده كل مدينة محتاجة الناس دي كلها وقوانين معافراتها هربت الناس الناس تشتغل كل مكان في البلد عندنا كده كل انت عايز بقى تقلاتة وعشرين الاهداف بتاع الصورة دي تتحقق بين يوم وليلا ازاي ولا حتى لو نزل سيدنا سليمان اللي كان معادي اللي مسخرهم ولا هيقدر يعمل حاجة هيعمل ايه حناخد وقت حناخد وقت والوقت ده يأثر ولا يطول لما نقوم نشتغل كلنا دلوقتي ونحط قدينة على قدينة بعض دلوقتي كلنا لازم لازم نبفهمين الحقيقة محدش زايد محدش كل ما اكلم لك عصر صورة 25 يناير ما تعملاش اهداف صورة ايه ونيلة ايه اللي ما عملتش اهداف احنا دلوقتي خلينا في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ده احنا سرخلنا كل الانبياء اللي روم من شو من امتى الغي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم سرخلنا عشان بلا دي ما تقعش وعشان بلا دي ما حصلش فيها اللي هو حاصل في دول العالم كلها الدول اللي عندنا بتاع الربيع العربي والآوال والفنط القليل اللي حاولنا دي كلها ربينا سبحانه تعالي عشان حافظها وربنا عشان تجل عليها بصوت وبنورو عشان حاجات كتير حافظها فاتير تقول لي ما تحققتش تعالوا نشي طم ما تحققش تعالوا نشوف ليه تعالوا شوفوا ان احنا انتجنا ايه واستردنا قد ايه تعالوا شوفوا اكلنا وشربنا ايه وبنعمل ايه تعالوا شوفوا معدل اللي عمل بتاعنا تعالوا شوفوا الناس اللي في الشارع طوله النهار وان اللي دهب في القاهرة ولا غير القاهرة ده يبقى ايه لك انه فيش حد بيشتغل اللي في الشوارع على طول دول يبقى ايه لك انه فيش حد بيشتغل مش كده ولا ايه تاني بقول لشرطتنا لشرطة مصر كل سنة وانتو طيبين والحقيقة يعني الشرطة المصرية عانت 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 كثيرا نجدها في الثلاث لهدف الأولاني نقطع الشرطة تخبط الشرطة لأن ده هدف ما فيش شرطة ما فيش بلد ما فيش ليش ما فيش بلد البلد من غير ليش وهكذا هي كده مش مصدق أن يشوف العراق مش مصدق أن يشوف الليبيا مش مصدق أن يشوف اليمن حتقولي أنا مش ذالة Scientists مش مصدق أن نعمل ده ولازم تصدق وما تقوليش إذا ما فيش مؤامرة هو اللي بيحصل في تونس دا ايه هل هي صدفة ان يطلع واحد اسمه عسى ويبقى عسياوي وما عرفش اللي اسمه ايه وينتحر حرقا تانا لما عندنا الانتحار حرقا وان وعندنا الانتحار حرقا تو الجوز الاولاني والجوز التاني هل هي صدفة ان يحصل في نفس المعاد تقريبا في يناير عايز اقول للشباب اللي في تونس الشباب اللي في تونس اللي هو قاين بمظاهرات وفجأة اللي البلد بتولع له لان عمل حظرة الجوال وكلام ده عايز اقول له ادي طب ادي لساعة من فضلك ادي لعقلك ساعة واحدة بس يفكر ادي له ساعة واحدة يفكر قل له واسأل كده انت بتدور في بطالة في بطالة طب البطالة دي هتقعد البطالة طول ما فيه الاوضاع ده طول ما كل شوية يحصل عمل ويدربه ويطخه ويخش فنده ويطخه الكلام ده كله تونس كل داخلها ايه مع السياحة طب لما انت اتهرب السياحة تونس يعاني مفيش سايح واحد فيها تونس اللي كانت على مدار السنة مدار السنة ناس طلعة وناس لايه كل اقتصادها ايه مع السياحة وهي دولة كدولة وشعق يعني حكوماتنا نازبة للسياحة وشعب نازب للسياحة لما ركبوا الاخوان اللي هما يضمروا اي حاجة مدام دخلوا في اي حتة لازم تتدمر كل حاجة تدمرت فكروا كده طب انت بتقول بطالة طب ما لازم ما هيبقى فيه بطالة طب انا حكومة في الدعهات لحكومة من كل رؤساء دمارات العالم يقدر يوفر لك فرصة عمل حيفا شغلك فيه يعني فانت بطلع بالتحتل وبتكسر انت بقى هل انت كده فهم يعني انت فهم ان ده الحل يعني لما تعمل كده وطبعا على طول طلعت مش عارف حزب مين هناك اللي احنا مع الكلام ده كل طيب ما فكرتوش تسألوا بقولك اصل الشاب الشهيد هو فيه حد بينتحر وبيحرق نفسي وبشهيد ما فكرتوش بس كمان ما خدتوش بالكنت ولا ولا ما بتفوتش عليه ما خدتوش بالكنت من الحكاية ان كنتوا فهمين ان الاخوان كانوا لما تهزموا لما حزب النداء كسب الكتلة الانتخابية والكلام ده كسب والاخوان ضحقوا والاخوان ضحقوا على كل رؤساء مصر بل وملك مصر من ايام الملك فاروق ومرورا من رئيس عبد الناصر والرئيس سادات والرئيس مبارك الاخوان ضحقوا على الكل وكان بيكتشف امره بتحزق ضحقوا على الملك فاروق وضحقوا على الوفد وضحقوا على كل الناس هم دولي الاخوان فانتو النهاردة لما ايهل الغنوشي يحملوله حفلة وقالك الغنوشي بقى ليه شعبية وبيعمل الكلام انتو بيصدقوا هم لابسوكوا في الحيطة هم بالحدوتة اللي بيعملوها دلوقتي وانتو مصدقين المصيب ان كنتو مصدقين هو حيهيدك ما هو بيستخدمك لانتو لغات ما هم عايزين البلد مكسرة وما مهمش ما هو الاخوان بيقولوا ايه اشتركوا في القناة